اشتركوا في القناة 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 لا تجيد امرأة الحوت القيادة والسيطرة في العمل حيث انها لا تستطيع ضبط النفس لكنها جيدة في العمال التي لها علاقة بالفن سواء بالموسيقى الكتابة الشعر اخراج المسرحيات من اجل الهام الاخري تمتلك الامكانيات العالية التي تصلحها الى النجاح صلها الى النجاح والتمييز امرأة الحوت والصداقة تعد امرأة الحوت من اكثر الناس وفاعل اصدقائها تنغمس في المشكلات الخاصة للصديق محاولة بكل جيدها وطاقتها من اجل ايجاد الحل المناسب له ينجذب اليها الاصدقاء من اصحاب المشكلات الكبيرة لانها تستطيع مساعدتهم واعطائهم النصائح فهي مغلصة للصديق وتحتاج دائما الى الاصدقاء الاوفية والاقوية الذين يدافعونها يدفعونها الى الامام ويحفزونها الى الافضل عاشق المغامرات في الحياة الاجتماعية تحمل افكار مليئة بالمغامرة وتحتاج الى من يشاركها بها امرأة الحوت والموضة تفضل امرأة الحوت بان تشعر بالرغة وراحة فيما ترتديه وتحب اختيار الخامات من الشيفون والحرير النعم تحب الالوان الفاتحة والنامعة لا تهتم باتباع صيحات الموضة ولكنها تنجح بالظهور في اطلالة مميزة وحلة جميلة تحب الترداء الالوان الاساسية وتختار ما يناسب شخصيتها ويعززها ويشعرها بثقة وقوة الشخصية برج الحوت وبرج مائي المصدر خيالي درجة كبيرة حيث انه يصنع ظروف من نسج خياله ويتعايش معها تماما كما لو كانت حقيقية برج الحوت من الابراج الابداعية المفكرة مثل العالم الكبير انشتاين والموسر الكبير محمد عبد الوهاب شخصية برج الحوت شخصية ربيعية متفتحة حساسة جدا عاطفية كثيرا لكنها تملك الحنان يغمر الكون باكمله غير ذلك فان برج برج الحوت غير عجول بقراراته المهمة التي يتخذها في حياته يعتبر مشورة الاخرين تشويش على افكاره ولا يحب اخذ المشورة من الاصدقاء عددا واذا حصل واستشارف فانه لا يأخذها كما هي بل يضيف عليها التروي والخيال بماذا يتأثر برج الحوت يتأثر برج الحوت بالقمر ونبتون هذا ما يجعله شخصا عاطفيا جدا محب يثقه بغيرة لدرجة كبيرة يحب باخلاص وعطاء شديدين حيث انه يثق بكل الاشخاص الذين من حوله ولا ينتظر مقابل هذا الحب والعطاء ما المهن التي تناسب برج الحوت بما ان الخيال الخصب في برج الحوت يعتمد عليه كثيرا بسير حياته وعلى اختياراته المهنية تناسب مع برج الحوت بعض من المهن وهي الفنون بانواعها مثل الرسم والتمثيل وكتابة الافلام والنحد وكتابة الروايات بانواعه حيث ان خياله الخصب يعطي ابداعاته القوة والجمال اللامتناهي برج الحوت والاستقلالية ياخذ برج الحوت وقته بالاستقلال لكنه يقع بسهولة بسبب تفكير الخيال الوهمي عن الحياة شخصيته غير ململمة بظروف الحياة بسيطة جدا الكثير من الناس يستغلون هذه الصفة السلبية لدى برج الحوت لتلبية مطالبهم منه دوني أن يأخذ الحوت مقابل هذه الطلبات من الصفات القوية لدى برج الحوت الحب العطاء الابداع التروي وعدم الاستعجال مواطن الضعف عند برج الحوت هي الثقة الزائدة بالآخرين استذاجة الابتعاد عن الواقع يملك برج الحوت العديد من الخصائص خوف وحزين ويثق بالآخرين بشكل مفرد وميوله في الهرب من الواقع ويكون ضحية يكره الماضي والانتقادات الموجهة له والقسوة إيجابيات برج الحوت تتمثل إيجابيات برج الحوت في أنه لطيف وليّن ومتفاهم وحنون وبديهي وراقي وحكيم وتقبل للآخرين ورؤوف ومتعاطف مع الآخرين ومتقن في عمله مثابر محب للحياة وحسة وعالي صفات رجل الحوت تتمثل عيوب رجل برج الحوت في أنه مبذر فضولي ثرثار حيث يكشف أسرار الآخرين دون قصد بثرثاراته وخجول حساس مشاعره رقيقة حيث يجرح بسرعة ويرى نفسه محدود الكفاءة ومشاكل الآخرين تلحقه دائما يتصرف أحيانا بتصرفات عكسية وتمر عليه لحظات من الكآبة والقلق يتخلى عن كل شيء مع عدى أحلامه إيجابيات برج الحوت تتمثل رجل برج الحوت إيجابيات رجل برج الحوت تتمثل إيجابيات رجل برج الحوت في أنه محظوظ محب للجمال ولأصدقائه ومصغي للآخرين كما أنه يمتص حزنهم وآمالهم وآلامهم ومخلص ووفي وهو أب مثالي لأولاده حيث يعدهم أصدقائه ومرافق لهم في جولاتهم ورحلاتهم هذا ما كان من فيديونا اليوم إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والاشتراك والمشاركة وتفعيل الجرس على مودي يصلكم كل شي جديد وانتظرونا في فيديوهات قادمة وأشوفكم بخير ومعه بسلامة باي 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 باي